عزيز المشاهد الكريم بكل الحب ارحب بيك وارحب بكل المشاهدين وسأتحدث في هذا الوقت عن مكاسب الرحمن يوم مكاسب الرحمن خلينا اعرف مزمور 68-20 هذه الكلمة الله لنا اله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج مرة تانية الله لنا اله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج مكاسب الرحمن الكلام ده في مزمور 68-20 عزيزي الاغنا الرحمن عنده مكاسب كتير عنده كاسب عنده ربح انا عارف قويس جدا ان الايام الحالية العملية سلو داون والاكونومي تعبان فيري لو نازل الاقتصاد نازل والعملية تعبانة وحصل كتير في بعض البلاد ناس طردت من العمل وقلل وسعتها سموها ليه اوف وفي بعض البلاد ذكر في كلمة ربنا فاشعي اصحاح 19 الناس كتير عاملة بالاجرى مكتئب النفس مكتئبين النفس وايوف مرة الف اصحاح 30 ألم تكتئب نفسي على المسكين وانا بقول لك الكلام ده في موت من نواحي كثيرة هل الرب يوجد مكاسب في جانب اخر يمكن لك اخ او اخت او ابن او ابن او قريب ترك الطريق الصحيح يمكن تكون انت في حالة أليمة حزينة يمكن تكون في ضيقة معينة يمكن تكون بعت عن المسيح وطركت الاسم الحسن تركت الصخرة مشيت في بعد بعد ما ربنا اظهر لك ذاته مرات عديدة بكيفية وباخرى تأثرت في يوم من الايام في قراءتي في سفر التسنية ببعض الكلمات اللي صارت من الانسان اسمعها مشاهدي الانسان ربنا ده رفض معاملاته رفض الهه غبي عن صخرة خلاصه أغار الله أغاز الله ترك الله نسي الله يا خابر نسي ربنا وهذا الالغ الرحمن ماذا يفعل مع هؤلاء هل يبيدهم هل يهلكهم هل يحطمهم هل يفنيهم هل يقضي عليهم قد تقول يستحقه هذا لكن مبارك الرب يوما في يوما يحملنا اله خلاصنا عند ربنا يا جمعنا ربنا السيد العظيم للموت في مخارج النهاردة في مخارج النهاردة في مكاسب عند الرحمن دعني أقدم ليك بعض المكاسب بس خليني أقرى ليك جزئية بسيطة الواحد كلا يرجى فيه كلا يظن فيه الرجاء من الدائرة المحيطة حين ذاك لأنه بعض 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 من كل ناحية ولكن ولكن جاء في وقت النوقات ورجع وتاب أكيد عايز تقول للابن الراجع نعم الابن التائب نعم اسمع الجزئية دي عزيز المشاهد يقول الوحي المقدس فقام وجاء إلى أبي وإذا كان لم يزل بعيدا رأى أبو فتحنا وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستعقا بعد أن عد عليك ابنا فقال الآب لعبيد أخرج الحل الأولى والبسوه واجعله خاتما في يده وحزاءا في رجليه اسمع الجاي وقدموا العجل المسمى واسبحوه فنأكل ونفرح اسمع آخر حتة دي لأن ابني هذا كان ميتا فعاشا وكان ضالا فوجده فابتدأوا يفرحون ترى ما هي مكاسب الرحمن للنفس العائدة الراجعة ما هي مكاسب إلهنا لو أنت رجعت وتبت ما هي عطايا ربنا لو أنت جيت دلوقتي واعترفت بخطايك تحب تعرفها تحب تعيشها تحب تستمتع بيها ابقى معنا بعد هذا الفاصل وسنواصل في مكاسب الرحمن في برنامجك يوما فيوما عزيزي المشاهد الكريم نشكر إلهنا من كل القلب أن نرجعنا مرة تانية لهذه الحلقة مكاسب الرحمن توقفنا في الجزء الأول شفنا مين اللي يتمتع بالمكاسب دي ودلوقتي نشوف إيه هي المكاسب من لغة 15 دعني أقولك عن أهم المكاسب وأعلى المكاسب وأغلى المكاسب وأثمن المكاسب المستمرة مكسب مش لوطو أو لوطرية زي ما الناس تسمي مش قرعة ولكن لها حاجات عظيمة سمحها في لغة سحى 15 في عدد 20 أول مكسب مجرد ما الابن اعترف وتاب ورجع مباشرة ووصل لأبيه ولسه بعيده وبيقرب الآب قبله قبله أول مكسب القبول القبول ايه رأيك لما اكتست انت أو انت في ظروف معينة في ظروف خاصة وجدت نعمة وقبلت في شغل مميز أو في عمل أو في خدمة أو مع شريك أو شريكة الحياة مش فرحت مش دي نعمة اذا كانت حاجة أرضية فرحتك كم وكم حاجة ساموية لما يقبلك وانت كده وانت فعالتك في سمعتك بيقبلك من بعيد رأاه تحنن وربنا لما تحنن وركض ووقع على عنق وقبله ما دلوش فرصة يستكمل لسه بيعترف بقوله أخطأت قدامك لست مستحق أن ند عليك ابن أنه ما تكملش فداله البركة التانية فعدد واحد وعشرين مجرد ما يقوله أخطأت تفتكر عمل غفر له خطايا بركة الغفران يا سلام على بركة الغفران وده سهل لما تغفر كل الخطايا لما تومحى مش ربنا بيقول كده في أشعية أنا أنا هو الماح الزنوبك من أجل إيه من أجل اسم الراب من أجل نفس الراب وخطاياك لا أذكرها مش هو اللي يقولك قد محاوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك مش هو اللي بيقول كبعد المشرق من المغرب في المزمور كذا أبعد الرب عنا معصينا أشكرك يا رب ده كلام ربنا إقراف مزمور 103 أول بركة القبول تاني بركة الغفران تالت بركة في عدل 22 قال لهم الدول الحلة الأولى والبسو إيه الحلة الأولى دي دي بقى سياب التبرير قال بسني سياب الخلاص كثاني ردائل بالرداء التبرير ربنا بيبراره بالإيمان استبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله مش بس كده في عدل 22 قال لهم اجعلوا خاتما في يده الختم هو تأكيد وضمان إن دا ملكي إن دا ابني إن دا هسكن فيه بروح القدوس دا ختم اسمه ختم الروح القدوس ليه لأنه آمن لأنه صدق لأنه عرف إن فيه أب حنان هيقبله في ديوم يا عزيز اللي تسمع في كلمة الله وتتجاوب معاه اقرف قفس 1 13 14 كلمات حلوة قوي اسمعتم كلمة إنجيل إنجيل خلاصكم إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس ختم الروح القدوس في آف الصحاح 4 وعدد 30 يتكلم عن الروح القدس أيضا اللي ختم المؤمن فهنا التبني وختم الروح القدوس ثم في ذات العدد عدد 22 حزاء في رجلي يعني سلوكا جديدا يعني تقديسا يعني هعيشك في القداسة يا رب أشكرك تعيش إنسان بعيد في القداسة نشكرك يا رب من كل القلب ثم البركة التي تليها رقم 6 يمكن تقول لي فين البركات قدهم لك ثاني عدد 20 في قبول ثم في غفران في عدد 21 22 في تبرير جزء الثاني 22 في تبني الجزء الأخير في تقديس شوف بعد كده في عدد 23 قدموا العجل المسمى واذبحوا فنأكل نفرح يبقى في ايه في شركة هنقعد مع بعض هيبقى في شركة هنأكل مع بعض هنستمتع مع بعض هل في بركات تانية ومكاسب تانية في عدد 24 ابني هذا كان ميتا فعاش كان ضلا فوجد